المسعود اليوم بمكتبه في نوكشوت بعثة من منظمة الأمم المتحدة برئاسة السيدة هونيان زانديانكو المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء في إفريقيا وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين موريتانيا مع منظومة الأمم المتحدة وسبول تعزيزها وسبول تعزيزها وتطويرها جرى اللقاء بحضور السيدة عيشة فالفيرجس مديرة ديوان الوزير الأول والسيد محمد لمين الرقاني مكلف بمهمة ديوان الوزير الأول وعقب اللقاء قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لتنمية الساحل إنه بحث رفقة المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة لتنمية مع الوزير الأول المواضيع التي تهم الشراكة القوية بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعمل على تعزيز هذه الشراكة وأضاف أنه خلال اجتماع المبعوثين الخاصين الأخير تم تأكيد على أهمية دعم دول الساحل وبما أن موريتانيا تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الخمس في الساحل فمن المنطقي تجديد تأكيد الالتزامات لها بالدعم لبلدان المجموعة وأكد المسؤول الأممي تصميم برنامج الأمم المتحدة للتنمية على استمرار البرامج الرامية إلى تنمية منطقة الساحل التي تشهد حاليا وضعية صعبة وفتتح